في الأول من يونيو يبدأ فصل الصيف أرصادياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بما في ذلك شبه الجزيرة العربية كما وتستقبل بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية مثل مصايف السعودية في القطاع الجنوبي الغربي حطولاً للأمطار وسط أجواء مغيرة تماماً لبقية المناطق وقد قام كادر التنبؤات الجوية في مركز تقس العرب بإصدار التنبؤات الجوية الموسمية لصيف 2024 لكامل الوطن العربي بما فيها الدول الخليج العربي وأشارت النشر الموسمية بأنه من المتوقع بمشيئة الله أن تكون درجات الحرارة خلال هذا الصيف أدفأ من معدلاتها المعتادة في مناطق عديدة من شمال وشرق ووسط المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق مع تكرار لحدوث موجات الحر في هذه المناطق متجاوزة بذلك حاجز الخمسون درجة مئوية في أكثر من مناسبة يتوقع بمشيئة الله أن تسيطر القبة الحرارية على أنحاء شاسع من شبه الجزيرة العربية هذا الصيف بالتزامن مع تعمق للمنفضات الحرارية السطحية هذا سيغدي بمشيئة الله إلى حدوث موجات حرارة وعلى عدة فترات بالإضافة إلى تسجيل درجات حرارة هي الأعلى على مستوى العالم حيث فالتتجاوز حاجز الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق والله تعالى أعلى كما ويراقب فريق التنبؤات الجوية في مركز تقس العرب احتمالية تدفق موجات من الرطوبة للأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تحديدا خلال شهري يوليو وأغسطس وترتفع بذلك فرص الأمطار الرعدية على اليمن وجنوب وجنوب غرب السعودية والمرتفعات الجبلية من سلطنة عمان والإمارات ويرافقها هطول لأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط للبرديات بما يرفع من احتمالية جريان السيول في هذه المناطق كما ولا يستبعد أن تمتد السقب الركامية الماطرة لبعض المناطق الساحلية من جنوب غرب وغرب المملكة العربية السعودية إذا ما تهيأت الظروف لذلك في حينها تشير بعض النواتج الحاسوبية الخاصة بالتوقعات الفصلية بأنه يتوقع أن يتقدم ما يعرف بالخزام المداري على نحو أكثر من المعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية وتحديدا في فترات من شهري يوليو وأغسطس مما قد يؤدي إلى اندفاع كتل هوائية رطبة للغاية إلى إجواء الجزيرة العربية وهطول أنطار في مناطق من غير المعتاد أن تستقبل أنطار خلال فصل الصيف إلا أن ذلك يحتاج مزيدا من المتابعة بين نطاق الفترتين القريبة والمتوسطة وتعيد هذه التوقعات الجوية الأذهان إلى صيفي عامي 2021 و2022 والذي شاهدت فيه شبه الجزيرة العربية أمطار أعلى من المعتاد ومشكل كبير بل وعطرت الأمطار في مناطق من النادر أن تستقبل أمطار خلال فصل الصيف نسأل الله تعالى أن نشهد أجواء وماثلة هذا الصيف والله تعالى أعلم